صورة واحدة تساوي ألف كلمة هذه الفكرة كانت عنوانا لمعرض أقامه طلبة قسم النشاط بالمعهد العالي للمهن الشاملة في نالوت المناسبة الثقافية التي تقام سنويا جسد فيها الطلاب مسرحية تعبر عن يوميات الطالب بالمعهد وسبل رفع مستواه التعليمي إضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية واللوحات الزيتية فضلا عن عدد من المسابقات في الشطرانج وأخرى ثقافية ورياضية عضو اتحاد طلبة معهد المهن الشاملة نالوت علي قرقاب أوضح أن الفكرة والمجهودات جاءت بمبادرة من الطلبة الهدف الأول والرئيسي هو إظهار تطورات بين المعاهد وإنشاء حاجة اسمها ممكن زي تقدر تقول تحدي يعني بين كل واحد يعني يوجه شنا عنده لم يغب عن اهتمام الطلبة في هذه المناسبة إقامة معرض يهتم بالمقتنيات التي تبين تاريخ المدينة وعادات أهلها وتقاليدهم وبعض الأشغال اليدوية إضافة إلى سوق خيري قدم المأكلات الشعبية التي تتميز بها المدينة أرى أن الناحية الثقافية في جميع المؤسسات التعليمية تكاد شبه منعادمة فالطالب دائما من محاضرة إلى محاضرة ونسي الجانب الترفيهي والجانب الثقافي فأنا أسأل جميع العمداء والقايمين على التعليم أن يهتموا بهذا الجانب هذا النوع من النشاطات يتبره نائب مدير المعهد عاملا تربويا وثقافيا طالبا باعتماده في المؤسسات التعليمية المحلية لكونه يساعد الطالب على التعليم والترفيه في آن واحد